خلونا نبدأ بالخبر الأبرز والأهم وهو الخاص باجتماع مجلس الوزراء اللي مبارح أعلن عن حزمة من القرارات المهمة اللي هتساعد بشكل كبير في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية منها إيقاف أي دعم بيحصل عليه المتعدي على أي قطعة أرض الزراعية سواء كان دعم في التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها كمان تكليف من وزير العدل أو تكليف لوزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون بيتضمن مصدرة المباني المخلفة واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين على الأراضي الزراعية ومعاقبة المقاول اللي تم من خلاله عملية البناء وقال لرئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية لأن ده ملف من ملفات الأمن القومي كمان مبارح مجلس الوزراء استعرض الموقف الوبائي لمستجدات المتحور أوميكرون ومعدل انتشار الإصابات وكمان معدل التطعيم وتم التأكيد على أن تم عطاء 66 مليون وستلاف جرعة جرعة لقاح كورونا حتى الآن من إجمالي 140 مليون و500 ألف جرعة طبعا مصر وفرتهم من مختلف أنواع اللقاحات العالمية لسا مكملين مع حضراتكم أخبار مجلس الوزراء لأن مبارح خلال الاجتماع الأسبوع للحكومة قال الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في دراسة ملف الإجارات القديمة ولو نفتكر أن كان فيه توجيه من دكتور مصطفى مدبولي بإحالة هذا الموضوع على السلطة التشريعية عقد مبارح اجتماع مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ وده بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن ما بين المالك والمستأجر وبتتضمن حل لهذه المشكلة التاريخية بحيث تراعي الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع مبارح رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب المدارس وشباب الجامعات ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب وقع البرتوكولات وزرات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة مع الهيئة العامة للرقابة المالية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عمل استطلاع لرأي المواطنين حول مبادرة إحلال السيارات القديمة وكانت النسبة كالآتي 61 و 6 من 10 من الناس اللي شاركت في الاستطلاع اعلنوا تأييدهم لإحلال السيارات القديمة اللي بتعمل بالبنزين ومر على تصنعها 20 سنة أو أكتر بأخرى بتعمل بالغاز الطبيعي وفيه 11 و 2 من 10 كانوا رافضين للمبادرة بشكل اقتام ونسبة 24% ما كانش ليهم أي رأي حوالين هذه المبادرة وما حددوش إذا كانوا مع أو ضد اشتركوا في القناة